قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم نبقى مع الأزمة اليملية ومنطقة الخليج حيث قال ناتق باسم وزارة الدفاع في سعودية أن منطقتين في جنوب المملكة تعرضت لقصف بقذائف من منطقة خاضعة للحوثيين شمال اليمن وأضف المتحدث أن الجيش تمسك بضبط النفس الالتزاما بالهدنة الإنسانية التي قررتها قوات التحالف العربي ودخلت حيث التنفيذ ماساء الثلاثة وأعلن ناتق باسم وزارة الدفاع أنه قد سقطت مقذوفات في منطقتين نجران وعجزان بدون أن توقع إصابات لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسلية